بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله شكرا لإخوة الكرام وشكرا للصحفة على تلبيتهم الدعوة مقدمة أساسية مقدمة أساسية أحب أن أذكر بها ويتأكيد لما قاله السي الأزمي من قبل أن عمل الدستور على توضيح العلاقة بين التشريعات الوطنية وبين الاتفاقيات الدولية بما ينزع ذلك التصادم المفتعل الذي لا يمكن أن يخدم قضية الأسرة ومكانتها ونص الدستور على مكانة واضحة للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها وجعل هذه الاتفاقيات كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراصخة تسمو فوق نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة ولذلك فإن الاتفاقية التي صادق عليها المغرب لا يمكن أن تسمو على التشريع الوطني إلا في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراصخة هذه الهوية التي تتميز حسب دباجة الدستور بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها وذلك في ظل تشبت الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافة والحضارة كونية حقوق الإنسان لا تلغي الحق في التنوع وفي التعدد ولا تعني بالضرورة الدعوة إلى تنمية العالم في رؤية فلسفية واحدة المنهجية الأخرى هي استدعاء المرجعية الكونية لحقوق الإنسان في مواجهة المرجعية الدينية والمرجعية الدستورية لبلادنا هو خطأ منهجي وبالتالي النتيجة كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية فهو تلقائنا يتعارض مع الدستور ولا يمكن أن ينسخ شريعات الوطنية إذن بالنسبة للتعديلات التي يقترحها الحزب وأظن بأن فلسفتها وأسسها الفكرية قدمها الأخ الأزمي في العرض الأول سأمر إلى الأولا مباشرة وتخفيفا عليكم إلى التعديلات وبطبيعة الحال إن كانت هناك من سؤال عن فلسفتها أو تفسير التعديل فممكن أن نجيب عليه في الباب التمهيدي يقترح في الباب التمهيدي يقترح الحزب إدراج مادة مؤطرة تستحضر الهدف من مدونة الأسرة باعتبارها تشريعا ينضبط لمقتضيات الفصل 32 من الدستور يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة وطبقا لمقتضيات الفصل 32 من الدستور يلتزم الجميع بأحكامها ويعهد المكلفين بتطبيقها بتطبيقها تقيد بهدفها الأساس والمتمثل في ضمان وحدة الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي واستقرارها والمحافظ عليها في باب الزواج وبهدف تيسير الزواج وهذا هو الأساس الذي حكم كذلك من الأسس التي حكمت تعديلتنا تيسير الزواج ومحاولة تضييق دائرة الطلاق واستثمار الرقمن من أجل تجاوز العوائق الإدارية والتخفيف على المحاكم نقترح حدف الإدن بتوثيق الزواج على أن يتولى العدلان توثيق عقد الزواج وتسجيله بالمحكمة بعد تحققهما من الوثائق اللازمة باستثناء زيجات منها التي يجب أن يحضر فيها الإدن بالزواج والمحددة في الزواج المبرم عن طريق الوكالة ودون سن الأهلية وفي حالة تعدد وزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية وزواج معتنق الإسلام والأجانب إعطاء الإطار القانوني لرقمنة تسجيل عقد الزواج من طرف العدول وجعل رقابة قاضي التوثيق رقابة بعدية في الزواج دون سن الأهلية بهدف توحيد العمل القضائي بخصوص سن أدنى للزواج ولمزيد من الضبط القانوني لهذا الاستثناء وإحاطته بمجموعة من الشروط ضماناً لاستقرار الأسرة ومنعاً للأضرار المترتبة عن هذا الزواج في بعض الأحيان نقترح للإشارة هذا الاستثناء هو عرف معمول به في مجموعة من الدول سواء العربية أو الغربية وهذا الاستثناء هو المرونة ممكن أن تكون في النص والهدف من سن هذا التحديد الاستثناء أولاً هو تحديد وليس سن لأن الحزب طبيعة الحالية يقول بأن السن القانوني الأساسي للزواج هو 18 سنة ولكن يعمد إلى تحديد هذا السن في 15 سنة كحد أدنى لإحتواء هذه الضائرة لإحتواء هذه الضائرة وجعلها تحت أعيني القضاء عوضة أن تنتشر أن تكون بطرق التي تعرفها الجامع اللي هي الزواج العرفي أو زواج الفتحة أو غيرها إذن أن تكون تحت أعيني القضاء وبطبع الحال بشروط حضور الأبوين أو الوالي وبحضور كتابة الضبط وبنسبة هناك جلسة استماع مع المعنية وجلسة استماع للأم وجلسة استماع أخرى مع الأب ثم إجراء بحث اجتماعي ميداني حول المخطوبة والخاطب قصد التأكد من توفر شروط الباقة وما تستلزمه من أهلية مادية وأخلاقية للقيام بالواجبات والحقوق المتبادلة بين الزوجين وإجراء خبرة طبية لهما إذن بالنسبة للنقطة الأخرى هي تعديل في التعدد حدف اللجوء التلقائي لمسترة تطليق للشقاق وجعل سلوك هذه المسترة بيد المرأة المعنية تمارسها وفق رغبتها مع تمتعها بكافة حقوقها في حالة سلوكها مسترة تطليق يعني أن لا تنوب عليها المحكمة في فتح هذه المسترة تلقائيا بمجرد رفضها الإذن بالتعدد أو إعطاء الإذن للزوج بالتعدد إلغاء شرط المبرر الموضوعي الاستثنائي في الإذن بالتعدد والاقتصار على القدرة المادية مع مسترة إشعار الزوجة لأنه بالرجوع للنص القرآني بطبع هذه الإشارة المبرر يمس بحميمية العلاقة الزوجية ويمس كذلك بالكرامة المرأة في حالة لجوءها إلى التطليق إقران الإذن بالتعدد بتحديد الهوية الكاملة للمعنية بالإذن بالتعدد يعني هذه كلها غادية تكون نومي تكون الإسم ديالها كين في ذلك الإذن دعاوى ثبوت الزوجية إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 16 من المدونة المتعلقة بسماع دعاوى ثبوت الزوجية وإحداث آلية قضائية قارة والتأكيد على سماع دعاوى ثبوت الزوجية من قبل هيئة القضاء الجماعي قضاء الأحوال الشخصية واشترط تقديم الوثائق المطلوبة عند طلب الحصول على الإذن بالزواج بالنسبة للتعصيب وبطبيعة الحال لارتباطه بالنص القرآني الإبقاء عليه مع إسناد النظر للقضاء بما لا يسمحوا بالضرر الذي يتعلل بهم جموعة من الداعين إلى إلغاء التعصيب الضرر الذي يلحق الأرملة وبناتها إذن يجب أن لا يسناد النظر للقضاء بما لا يسمحوا بتشريد الأرملة وبناتها فيما يخص السكن الرئيسي مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد قيمة هذا السكن بالنسبة في باب الطلاق والتطليق بخصوص مسترة الصلح تمييز مسترة الصلح على المسترة القضائية إحداث مؤسسة قاضي الصلح حضور الحكمين من الأسرتين دون حضور المحامي في جلسات الصلح توفير فضاء الصلح يتناسب مع مهمة الصلح منح قاضي الصلح صلاحية إحالة الملفات على هيئات ومراكز معتمدة للقيام بمحاولة الصلح بين الطرفين مع اقتراح تفصيل كل المقتضيات الجديدة المتعلقة بمأسسة الصلح والوساطة في نص تنظيمي وبطبع حال إيماننا بأن مسألة الوساطة ومسألة الصلح يمكن أن تثني الطرفين في حالة استيفائها المقتضياتها عن الطلاق وتشريد الأسرة الإذن بالوكالة في الطلاق والتطليق فقط في حالة الطلاق الاتفاقي مع عدم اشترات سلوك مسترة الصلح بالنسبة للطلاق الاتفاقي ومنعه فيما دون ذلك بالنسبة للحضانة الإبقاء على طارات بيت الحضانة وجعل تجاوز المبدأ بيد القضاء في حالة الاستثناء وعندما تثبت الحاضنة أن المصلحة الفضلة للمحضون في أن يبقى معها اقتراح رفع شرط استمرار الحضانة لغاية عوض سبع سنوات المنصوص عليها منح الزوج في حالة زواج الحاضنة حق المطالبة بمراجعة مقرر زيارة المحضون بها بما يراعي الوضعية الجديدة للأم الحاضنة وبطبع الحال يحتفظ الأصل في الولاية أن تكون للزوج أو للأب إلا إذا كان العكس إلا إذا تبت هناك شطط في استعمال هذه الولاية أو ضياء الحقوق الفضلة للطفل في باب النيابة الشرعية تعديل المادة 231 يتمكن الأم الحاضنة من النيابة الشرعية عن أبنائها بحكم قضائي إذا ثبت تعسف الأب في قيام بالمسؤولية والاعتراف للأم الحاضنة بولايتها التامة على أبنائها رفعا للحواجز التي تحولوا دون تحقيق المصالح الفضلة لهم الإبقاء على الولاية القانونية للأب هذا الذي ذكرنا مع منح الاختصاص لرئيس محكمة الأسرة أو قسم قضاء الأسرة للبت في الطلبات المقدمة من قبل الأم الحاضنة في حالة النزاع في باب البنوة والنسب الإبقاء على الصياغ التي جاءت بها المدونة لإحالة على المسؤولية التقصيرية المتسبب في واقعة الولادة خارج الزواج وتحميله المسؤولية المدنية في الإنفاق على المولود فيما عاش الأرملة الراغبة في الزواج تنصيص على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال وبغض النظر عن كل مقتضاية الشريعية والتنظيمية المخالفة حرمان الأرملة من كافة حقوقها المكتسبة في حالة رغبتها في الزواج بعد انقضاء عدتها وفي باب الأحكام الختامية نؤكد على ضرورة الإبقاء على المادة 400 من المدونة باعتبارها مدخل حماية واستقرار إججهاد القضاء والفقه حيث يرجع إلى المذهب المالكي في كل ما لم يرد به نص في المدونة والسلام عليكم ورحمة الله والمحور الثالث مع الأخت أمينة